ماذا هم النصائح التاعك؟ أعطني مثلاً خمس نصائح أو أربع نصائح كيفاش ندخل في التجارة الإلكترونية وننجح فيها؟ التجارة الإلكترونية الحقيقية لك تهدر عليها؟ نعم، أول شيء يعني بتجارة الإلكترونية تطلب يعني باج أي رأس مال سوام يعني من ناحية البلاتفورم والله من ناحية المنتجات ما حال تقريباً رأس مال لنحتاجه؟ يعني كل مشروع يعني يتمدل حسب ميزانية تاعك اذا كان شخص ضعيف الميزانية يبدأ بحاجة صغيرة وإذا كان عنده ميزانية كبيرة يبدأ بحاجة كبيرة يعني وازع ونقطة الثانية؟ أول حاجة رأس مال ونقطة الثانية؟ النقطة الثانية يجب أن يكون لديه موقع خاص به يعني موقع يعني من خصوص شيء موقع ألكتروني موقع يعني في المنزل تاعه عنده بيرو وعنده هواتف معقولة لأن تجارة ألكترونية طلب يعني الرد أخذوا الرد أيضا يعني لازيكون لديه معه فريق فريق خاص فريق خاص بالترويج فريق خاص بالرد على الكليون يعني في الموقع وعنده ثاني أيضا حساب بنكي مثلا ماستر كارت عنده الآن حاليا يعني في باردي موب يعني قاموا بخدمة جديدة يعني يتحسن نوعي ما في الجزائر نشوفه فيها الحمد لله صح نعم يعني يقدر يعني يحط هذه الوسائل دفع ومستقبل غريب ثاني كين دينار رقمي يعني راح تكون هناك محفظة أنا ما أعتقد بخاصة بالدينار رقمي يعني يقدر الشخص يشتري بي أيضا يعني الأشخاص اللي يقولون أن تقدروا تمارسوا تجارة إلكترونية بدون رأسمال ما كاش منها لازم يكون عندها رأسمال هي يعني متجارة إكترونية ما كانش يعني إلا بالطريقة يعني أفليايت يعني بيع عن طريق العمولة وهذا الشيء يعني غير مبرح يعني باش نجوب بصراحة يعني اسم أهدار للطاقة فقط نعم نصح أي شخص يعني إذا حاب يبدأ هذا المجال يجيب السعر أسمال تاهم يخدم في أي مجال يكون رأسمال وبعد سهل ما شاء الله يعني هذي من بين النصائح اللي يقدمها إسماعيل في عصر العولمة يعني الأشخاص بديم عندك أنت تليفون وعندك رأسمال هتقدر أنه تفتح باب رزق جديد عليك